الرزق مش كل فلوس اوقات بتشوف انسان قدامك وبتحمد ربنا ان انت مزايه يا مساء الخير والسعادة والجمال وكل حاجة حلوة على عينكو يا احلى متابعين حشتوني جدا جدا ويا رب النهاردة تكونوا في احسن حال واهلا بيكم في فيديو جديد زي ما تعودنا كل يوم سيدة جديدة من جميع عنحاء العالم وخصوصا الفترة دي بقى الروتين الكوي جدا اللي احنا محتاجينه من السيدات التركية وصفات وخلطات وكمان روتين كوي جدا من كل السيدات التركية اللي انتو بتحبوهم وبتحبوا كل الطرق بتاعتهم نهاردة معانا سيدة حكايتها حكاية في مطبخة هنشوف النهاردة كل الوصفات اللي هي بتعملها وخصوصا تحضيراتها الجميلة جدا اللي تنفعك طول السنة في حاجات كتير كمان تنفعنا في ايام رمضان حاجات كتيرة جدا تقدروا انتو كمان تعملوها يلا نشوف مع بعض الفيديو وندخل فيه على طول زي ما انتو شايفين هنا هي بدقة ان هي تخزن البرتقان بتخزن البرتقان بقشره ممكن يكون فيه ناس بتحب ان هي تقشره وبعدين تخزنه بتساهل عليها هي هنا بتستخدم كل الفايدة اللي موجودة فيه انا عن نفس لما باجي خزن البرتقان بشيل القشر بتاعه وببشره لان باستخدمه في الكيك ووصفات كتير قوي وبعدين ببتدي ان هناخد البرتقان احطه كده يبقى على العصير على طول يعني زي ما تحبوا شوفوا برضو الطريقة المناسبة لكم عجبتني هنا كمان برضو الناس اللي بتحب تخزن الفلفل وبتحب ان هي تخزن البتنجان لكن بتخاف ان هو طبعا بيسود او الفلفل بيبقى طاري وبيشرب مية وصفتين حلوين قوي الوصفة الاولين اللي احنا شفناها اللي هي بدأت ان هي الاول تشويهم وشالت القشر بتاع الفلفل وبدأت ان هي تقطعه برضو معها البتنجان المشوي وتبتدي تشيله كده في الفريزر الوصفة التانية ان هي بتنشفه وكنا شفنا فيديو قبل كده لسيدة تركية بتبتدي تحط الفلفل في الحبل وسألتكم وقلت لكم اللي يعرف ايه السبب اللي هي بتعمله كده ايه قلتولي ان هي بتنشفه ده فعلا طلعت ان هي بتنشفه زي ما انتوا قلتوا بالزبط ودي بقى الطريقة اللي بعد التنشيف بتستخدمها ازاي هي بتحطه كده في حبال ورا بعض او في خيط وبعدين بتسيبه ينشف في الشمس خالص ولما بتيجي تستخدمه بتحطه في المياه ان هو يطرى وشوفه استخدمته في الوصفة بتاعتها من غير ما البتنجان بتاعها يسود ومن غير اي حاجة وزي ما انتوا شايفين الاكل طالع جميل قد حاجات دي حلوة قوي قوي في التخزين ويعني انا ممكن برضو بحب قوي ان انا خزن الحاجات دي فممكن البتنجان اللي هو صعب نخزنه ازاي فادي وصفتين حلوين قوي تقدروا انتوا كمان تجربوهم طبعا الاطراق يعني يشتهروا قوي قوي الحاجات المميزة عندهم حاجات المخللات وكمان المعجنات والحاجات الخبيز وكده عندها بقى افكار كتيرة للمخللات زي الخيار هنا بدأت انها تحطه في البرتمانات وحطت معاه فصوص التوم وحطت عليه الميا والملح وحطتش والخل ولا حطت اي حاجة التوم بس والميا والملح بتاعها كمان برضو عندها هنا بقى يعني خليط من الخضار عندها الفلفل وعندها الخيار وعندها الجزر وكمان عاملة طبق من الكرنبيت ومن الكرومب وبدأت انها تحط كل الحاجات دي مع بعض وشوفوا كمان هي بتحط فوق البرتمان قطعة كده بلاستيك تقدروا ان انتو تحطوها علشان يبقى كل المخلل اللي موجودة عندكم متغطس لتحت ميبقاش في حاجة فوق الميا عشان طبعا ما تبص فتحافظ عليها الفترة اطول والحاجات دي بقى زي ما بقول لكم كده ايام رمضان تبقى حلوة قوي ان انتو تعملوها وتخزنوها لحد ما يجي رمضان تبقى جهزة معيكم تعالوا هنا كمان برضو من الحاجات اللي دايما كلنا بنحتاجها ومش بنستغنى عنها الطماطم لما بتعمليها الصلصة اللي بتسهل عليك وقت الطبيق كتير قوي هنا برضو هي بتعملها تعصر الطماطم وبتصفيها وبعدين بتحطها على النار لحد ما تسحب كل المياه بتاعتها وبعدين بتبتدي تحطها في البرتمانات برضو طريقة التخزين كمان هنا برضو فكرة ان هي تخزن الخيار ممكن لسلطة الزبادي ان انت تحطيه على اي نوع من انواع لسلطة بتحطيه على جبنة بس الخيار يعني ما عرفش ازا كان ينفع ان هو يتخزن هي بتبشره وبتحطه في كياس كيه زي ما انتوا شايفين مش عارف ازا كان هيبقى حلو ولا لأ ما جربتش الصراحة بس الخيار يعني مش الحاجات اللي هي مستهلة ان احنا نخزنها بتبقى موجودة طول السنة وسعرها عادي تقدروا ان انتوا تستخدمواها فرش طبعا بس ايا فكرة من ضمن الافكار اللي احنا برضو بنشوفهم مع بعض كمان هنا برضو فكرة حلوة جدا الفلفل بقى اللي هو الحار مع الطماطم وبدأت ان هي تعمل كده خلطة سريعة جدا وتحطها في البرتمانات محططهاش على النار خالص ولا على حاجة بدأت ان هي تعبيها في البرتمانات هي وبتستخدمها برضو مع الاكل او ممكن وقت لما هي بتستخدمها بتحطها هما بيأكلوها كده يعني بيسووها على النار لحد ما الطماطم تتسبك وبعدين يبتدوا ان هما يغمسوها كده حادي على طول يعني كمان هنا برضو الفراولة والعصائر المختلفة وكمان انواع المربة اللي تقدروا ان انتوا تعملوها بدأت برضو ان هي تحطها هنا على النار مع السكر تنزل كل المية بتاعتها وده برضو بيبقى يعني حاجة ما بين العصير وما بين المربة يعني اللي هي تقيلة قوي زي المربة والخفيفة قوي العصير تقدر ان انت بعد كده تستخدميها تعصريها تبقى عصير مركز او تستطيع ان انت بقى تغمسيها برضو كده على طول تبقى شبه المربة هنا برضو زي ما بقولكم البتنجان من الحاجات اللي كان صعب جدا ان انا توقع ان هي بتتخزن هي بدأت هنا زي ما بقولكم البتنجان بقى اللي هو الطويل هي اشارت جزء منه عملته شرائط كده عشان يديله شكل شوية وسلقته المراتي الاولانية كانت بتشويه مرة تانية هنا كانت بتسلقه وبعدين بدأت ان هي تحطه برضو في الكياس وتطلعه على الاكل على طول ما عرفش اذا كانت طريقة نكحة ولا لا ما جربتهاش بس يعني ان شاء الله ناوي ان انا جربها لان حلوة قوي ان انت لو عندك البتنجان بالطريقة دي برضو هتبقى سهل عليك هنا عجبني في الجزء ده ان هي الفلفل الناس اللي بتيجي تعمل الفلفل محشي بنقور الجزء اللي فوق ده بنحط فيه الخليط بتاعنا عجبني هنا ان هي فردت الفلفلية نفسها وبدأت ان هي تحشيها زي ما بتلف كده الصوابع بتاعة الكرومب والحاجات دي فكرة برضو حلوة لو انت عندك الفلفلية نفسها كبيرة وعايز تعملي محشي فلفل هتعملي ايه هتحشيها كل دي تقدر ان انت تقصيها زي شرايط كده وتحشيها وتلف فيها زي ما بتلف في ورق الكرومب هتبقى حلوة برضو قوي فكرة جديدة ويعني تركاية بسيطة كده اخدناها من السيدة اللي معانا النهارده بقول لكم طبعا ان هي مشهورين جدا بحاجات المغبوزات بتبقى حلوة قوي منهم وكانت فكرة معجنات بسيطة جدا وتشكيل بسيط قوي حشد جواء الجبنة وشكلته بالشكل الحلو ده وطلع طبعا حلو جدا زي ما انتوا شايفين طبعا حياتها مع بناتها بيشاركوها في حاجات كتير قوي زي ما شفنا كانوا بيساعدوها في الاجزاء اللي فاتت هنا كمان بتحاول دايما ان هم يعملوا الحاجات اللي هي تساعدهم او يشغلوا وقتهم بحاجة حلوة مفيدة فبتبتدي النهاية تعمل لهم البسكوت وهم اللي يستخدموا القطاعات زي ما نتي بالزبط كده ربنا يهديهم لازم عندهم البسكوت لما نيجي نعمله لازم هم اللي يشاركوا فيه هم اللي يقضوا فيه ربنا يا ربي الحاجات طبعا اللي بتبقى حلوة قوي ان احنا نشارك مع بعض كده الحاجات البسيطة دي بتبقى حاجات مسلية ولذيذة قوي لهم ان هم يعملوا الحاجة بيديهم ويكلوها تعالوا كمان الجزء اللي باعه طبعا بسكوت طالع ما شاء الله اشكاله حلوة قوي خصوصا كمان التزين من الحاجات اللي بتفرق جدا مع الاطفال وبتديهم البهكة الحلوة زي هنا كمان حبت ان هي تعمل لهم نوع بسكوت مختلف وشكلته على شكل دبدوبة كده عملت جزء باللون البني بالكاكاو والجزء العادي الابيض وبدأت تشكله على شكل الدبدوبة ده من الاشكال برضو المحببة والحلوة جدا لاطفالها حبت ان هي تسعادهم بشكل جديد او بفكرة جديدة يعني مش شرط يكون عندك الاطعات ولا مش شرط ان انت يكون عندك كل الادوات الخاصة بكده تقدري ان انت تشكل العجينة نفسها باديكي وتعملي منها اشكال حلوة زي ما انتوا شايفين كده واكيد طبعا من الحاجات اللي هتفرحهم جدا حبيت بقى اختم معاكم الفيديو النهاردة والسيدة الجميلة وحبوهم كمان للطبيعة وزي ما قلت لكم ريحة الخبيز الحلوة قوي شوفوا قد ايه العيش بتاعهم طري وجميل بجد من الوصفات الحلوة قوي ومن الحاجات بجد اللي هم فعلا شاطرين فيها جدا جدا شوفوا قد ايه طري كده وحلو يعني الواحد عايز يكل منه بجد ده كده كان فيديو النهاردة ومشكركم جدا لو وصلتم معايا لحد هنا يارب تكون عجبتكم واخدتوا افكار من مطبخة النهاردة تقدروا انتو كمان تنفذوها وان شاء الله تنجح معاكم بتنسوش لايكاتكم على الفيديو عشان يوصل لناس اكتر هي كمان تشوف السيدة الحلوة جدا اللي كانت موجودة معايا النهاردة وقرأكم تحت الفيديو بتهميني جدا جدا واشتراككم لو اول مرة تشوفوني اشوفكم بكرة على خير وسيدة جديدة وصلاة